المناعة الخلوية المناعة الخلوية أو المناعة بالخلايا الوسيطة تبدأ الاستجابة الخلوية بتعرف الخلايا البلعمية الكبيرة على الميكروب أو على الخلايا المصابة وتلتهمها وتحللها باسط إنزيمات تتحرر من الليسيسومات وتنفاصل الأنتجنات التي ترتبط مع بروتين التوافق النسيجي ويتكون معقد يسمى أنتجن بروتين التوافق النسيجي ويتم عرض هذا المعقد على سطح الخلايا البلعمية حتى يتعرف عليها الخلايا التائية المساعدة TH تتعرف الخلايا التائية المساعدة على الخلايا البلعمية الكبيرة العارضة وترتبط مع أنتجن بروتين التوافق النسيجي من خلال المستقبل CD4 الموجودة على سطح الخلايا التائية المساعدة وهنا تفرز الخلايا البلعمية الكبيرة العارضة مادة بروتينية تسمى الانترلوكينات لتنشط بها الخلايا التائية المساعدة فتصبح خلايا تائية مساعدة منشطة تفرز الخلايا التائية المساعدة المنشطة مادة الانتر لوكينات لتنشط غيرها من الخلايا التائية المساعدة وهذه الخلايا التائية المنشطة تنقسم إلى خلايا تائية مساعدة منشطة وخلايا تائية مساعدة زاكرة كما تفرز الخلايا التائية المساعدة المنشطة عدة أنواع من بروتينات تسمى السيتوكينات هذه البروتينات تنشط الخلايا التائية القاتلة السامة TC والخلايا البائية والخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا القاتلة الطبيعية NK تتعرض بعض خلايا الجسم لنوعا ما من الفيروسات التي تنجح في دخول الخلية وتنفصل أنتجنات هذا الفيروس ليرتبط مع بروتين التوافق النسيجي للخلية المصابة مكونة معقد أنتجين بروتين التوافق النسيجي والتي تعرضه الخلية المصابة على سطحها لكي تتعرف عليها الخلايا التائية السامة أو القاتلة المنشطة تتعرف الخلايا التائية السامة على الخلايا المصابة بالفيروس أو الخلايا السرطانية والتعارف يتم من خلال المستقبل CD8 الذي يوجد على سطح الخلايا التائية السامة وترتبط من خلاله مع معقد أنتجين بروتين التوافق النسيجي الموجودة على سطح خلايا الجسم المصابة بالفيروس أو الخلايا السرطانية تفرض الخلايا التائية السامة بروتين البيروفورين والسموم اللينفوية على الخلايا المصابة بالفيروس أو الخلايا السرطانية فيتم تسقيب غشائها ويتم تدمير نواتها بالسموم اللينفوية ترتبط الخلايا التائية المساعدة المنشطة بالخلايا الباقية التي تحمل على سطحها أنتجين الميكروب ويتم تنشطها بالسيتوكينات التي تفرز الخلايا التائية المساعدة المنشطة تبدأ الخلايا الباقية بالانقسام والتميز إلى نوعين من الخلايا خلايا باقية بلازمية وخلايا باقية ذاكر تنتقل خلايا البائية البلازمية العديد من الأجسام المضادة التي ترتبط بأغلفة الفيروسات وتلتهمها بعد ذلك الخلايا البلعمية الكبيرة وتقضي عليها أما الخلايا البائية الزاكرة فتبقى في الدم فترة طويلة تتراه ما بين 20 و30 سنة لتتعرف على نفس الميكروب إذا دخل الجسم مرة أخرى وذلك من خلال نوع الأنتجين الموجودة على سطح الميكروب بعدها تنقسم خلايا البائية الزاكرة وتتماز إلى خلايا البلازمية تفرز أجسام مضادة للأنتجين وبالتالي تكون الاستجابة سريعة ويتم القضاء على الميكروب ولا تظهر أعراضا للمرض